قبل أيام قليلة شهدت مدينة طنجة حادثة تصادم بين حافلتين لنقل العمال خلفت أزيد من عشرين مصابا الواقعة أعادت إلى الأدهان حوادث أخرى وخلقت نقاشا حول تهور بعض سائقي هذا النوع من العربات وعدم احترامهم لقوانين السير يمكنني وصفها بالظاهرة لأن الأمر يتعلق بمخالفات وبتجوزات كبيرة وخطيرة جدا وبالخصوص على المستوى لفئات الأطفال والفئات الكبار في السن لأن الحوادث التي تعرضها هذه الفئة بالخصوص هي حوادث للأسف مميتة وكتأدي إلى ضحايا كثرة كان نقاط سوداء في مدينة طنجة بحال الطريق سيطوان المغوغة منطقة صناعية وكان المجد في العوامة وكان أكزنايا ديما هذا المنطقة يلوم ديما كتوقع حوادث سير وخيمة خلال إنجازنا للروبرتاج صادفنا هذه المشاهد سرعة غير قانونية وتجاوز معيب وخروقات بالجملة سمير الذي يشتغل بهذا القطاع منذ عشر سنوات يبرر بعض الخروقات بضغط العمل حيث يضطر إلى أداء مبلغ خمسمائة درهم عن كل تأخر على حد قوله توجهنا نحو فرع الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط لمعرفة الاختلالات التي تشوب هذا القطاع وما الذي يدفع ببعض صائقي مركبات نقل العمال إلى مخالفة قوانين السير طريقة الاشتغال بحيث أنه الزبائن مع شركات النقل عندهم موقود صارمة جدا فيما يتعلق بالتأخر فتصور معي على أنه كل رحلة ولو تأخرت دقيقة واحدة تقابلها ذائرة ذائرة التي أدها هو السائق المهني لأنه يعتبر هو السبب التأخر للتأكد من هذه المعطيات اتصن بالعديد من أرباب شركات النقل الذين رفضوا الإدلاء بأي تصريح أمام الكاميرا لكنهم أكدوا لنا عبر الهاتف أنهم مرغمون على أداء غرامة جزافية في حالة التأخر جزء من المبلغ يؤديه السائق غرامة لا تبرر عدم احترام بعض السائقين لقوانين السير